مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم دايماً بنعمل اجتماع مع مجموعة العمل في البرنامج فعملنا هذا الاجتماع النهاردة عشان نشوف حنتكلم بناخد رأي بعض كلنا عشان نشوف حنتكلم ازاي مع حضراتكم النهاردة على الهواء رأي قال انه في بعض من جمهور النادي الاهلي شايفين انه ميستر كولر اخطأ في بداية المباراة ويستحق الانتقاد خلاص وهناك البعض الاخر ده كلامنا مع بعض وهناك جزء كبير وهو الاكبر من جمهور النادي الاهلي يرى ان ميستر مرسل كولر عمل الشوط الاول بشكل جايد في الـ 25 دقيقة زي ما هو بيقول ولكن الشوط التاني كان افضل بكتير الشوط الاول جايد وكل حاجة ولكن الشوط التاني افضل بكتير فليه ما نبدأش بالافضل بكتير ونكسب المباراة خصوصا ان انت الفارق بينك وبين نادي الزمالك بان بشكل كبير جدا في الشوط التاني فقالولي يا كابتن انت لو طلعت قلت ان انت كنت انا واحد من الناس اللي كانوا مقتنعين ان احنا عملنا شوط اول جايد ولكن الشوط التاني كان افضل بكتير فكنا نبدأ باللي بدأنا او اللي نهينا به المباراة ولكن ما كناش وحشين في الشوط الاول انا بتكلم عن وجهة نظر ايه فقالولي يا كابتن الاسلام انت لو طلعت قلت كده فالناس حتقول ان انت طلعت تطبل وطلعت تقف ضد رقبة بعض من جمهور النادي الاعلي اللي عايزين ينتقدوا ميستر مرسيل كولر سؤالي لحضراتكم سؤالي لحضراتكم هو فيه مدرب في الدنيا ما بيخطوش قد يكون عنده وجهة نظر عايز يطبقها لسبب او لاخر مرسيل كولر هل انا مقتنع بوجهة النظر دي انا واحد من الناس اللي ما كنتش مقتنع بوجهة النظر دي ولكن هل جمهور النادي الاهلي كان مقتنع لما كريم فؤاد لعب جناح عايما وخلينا نمشي بتسلسل مع بعض وانا على فكرة انا بقول اللي انا شايفه اللي انا اسلام شايفه من وجهة نظري بعد ما اتكلمت مع زملائي خلينا نمشي بال اول ما سمعنا التشكيل المبارح تشكيل النادي الاهلي كلنا بصينا البعض عملنا كده هو ايه ده قلنا خلينا ننتظر لما المباراة بدأت المباراة بدأت بدأنا متوترين واحنا عاديين كلنا انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي فمتوترين بصينا البعض لما لقينا ان العشرة خمستاشر دقائق الاولى ومش اسلام اللي بيقول دي ارقام الخمستاشر عشرين دقائق الاولى بتقول كده بتقول ان النادي الاهلي كان افضل في كل شيء فبدأنا نقول الله واحنا كنا جايين على الراجل على مستر كولر هو شايف يا جماعة هو شايف الناس اللي تبدأ المباراة من وجهة نظره وبعدين اخر ربع ساعة في الشوت الاول قلنا كجمهور يعني هو الراجل ده بدأ بالتشكيل ده ليه مش المفروض ينزل رضا سليم وعمر السلية وسامة ابو علي بين الشوتين الراجل مستر كولر عمل كده نزل هذا السلاسي اللي غير المطش تماما فهنا انا بقول لحضراتكم ان احنا زعلانين ومدايين ان احنا خسرنا مباراة ما كان يجب ان احنا نخسرها ما كان يجب ان احنا نخسرها انت افضل من الزمالي خصوصا نشوت التاني والفرق واضح في المباراة ولكن في النهاية هي المباراة او كرة القدم جوال مين اللي كسب الزمالي كسب بهدفين مقابل هدف على الرغم من ان انا واحد من الناس شايف ان الهدف التاني لنادي الزمالي هو هدف غير صحيح وكان يجب ان يتم احتساب ضربة حرة غير مباشرة على سيف الجزير فقالولي يا كابتن اسلام مجموعة العمل اللي معاقلولي يا كابتن اسلام انت لو طلعت وقلت الكلام ده الناس هتقولك انت جاي تطبل الكلام اللي بيتقال يعني فيه ناس بتقول هذا الكلام ولكن انا ما مطبلش انا بقول ان انا مقتنع به بالمناسبة يعني انا بقول ان انا شايفه من وجهة نظري ولم انا مننبالح للنهاردة اتكلمت مع عدد كبير جدا 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 من جمهور النادي الاهلي وكلهم لما بتكلم بنتكلم بالعقل وبنقعد نتناقش بنصل لنتيجة ايه ان احنا عندنا فريق جيد جدا وعندنا بقية المباريات ان هي دي مباراة بتلت نقاط خسرناها وبالتالي بتلت نقاط راحوا مننا يجب ان نعمل اكتر واكتر الفريق يعمل يشتغل على نفسه اكتر واكتر المدير الفني يشتغل على فرقته اكتر واكتر خلال الفترة اللي جاية عشان عندنا مباراة يوم السبت مع مازمبي رايح في مازمبي لسه هنروح نلعب الكنغو هنسافر الاربع ونلعب يوم السبت في الكنغو وبعدين نرجع نلعب المباراة التانية وبينها مباريات للدوري وبينها مباريات اخرى اتفقنا ان احنا حنقول حاجة واحدة اذا كان هناك اخطاء مليون في المية اكتر واحد عارف ان عنده اخطاء اذا كانت هناك اخطاء هو مارسيل كولر لانه هو شاف الفرق بين المكسب والخسارة على الرغم من انت في النهاية ثلاث نقط راحوا منك في الدوري في الدوري اللي لسه مشواره طويل ده لسه مشوار لغات شهر عشرة او لغات شهر تسعة الدوري ده فقررنا ان احنا سنساند فريق النادي الاهلي عشان عندنا مطش يوم السبت الحلم الاكبر لنا كلنا ان احنا يوم السبت اللي جاي نقف مع فرقتنا عشان نقدر نعمل نتيجة جيدة مع مازمبي في واحدة من المباريات الصعبة جدا 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 اشتركوا في القناة